في البداية حسألك يشام يعني هنا انت لسه طالب في الكلية بتدي دروس خصوصية هل المجتمع لقيت ان المجتمع محتاج ده يعني ولا انت ده نتاج بحثك وحماسك بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بن عزي شعب المصري في الحادث العليمي اللي اتعرضنا ليه في سينة تعزينا كل المصريين تاني حاجة الموضوع يا زوائل بتاع الدروس احنا شباب لسه جماع بندرس كلية اداب يعني هي المستقبلة التدريس بعدها ما انخلصوا هندرسوا فانا بناخدوها من اولا لقين اقبال من الطالب الطالب هو اللي بيجان لا انتوا بتسهلوا الموضوع بالنسبان انتوا احسن من الناس الكبير لان حضرتك الناس الكبير اللي عندها خمسين ستين سنة اللي حضرتك بتقول خبرة طب هو ما بدأ بدأ ازاي لو مش لازم خمسين ستين سنة بس يعني على الاقل لخلص بكلية يعني انت طب ماشي ما هو دلوقتي حضرتك انا ما بخلص بكلية هشتغل مدارس وانا في الجامعة تدريب لي بالنسبة لي انا مخرج للسنة اللي فاتت حضرتك تدريب ليك بس اخشى انه يكون هلاك للتلميز ما هو التلميز دي حضرتك يا دي عرض وطلب مش هلاك عرض وطلب يعني هو اللي بيجيلي يعني انت تبقى في قولة كلية وتجي قد مدام انا قدها وقف والطالب حابب مني الموضوع ده تمام الاراقة حضرتك وستاذ واقل ربنا اختلفوا عليها فانا اكيد مش كل المجتمع وكل الطلبة هتجيل اكيد في طالب هيفكر في التفكير دي يقولك لا انا خاف ده لسه سنة صغير وفي طالب يقولك ما هنخد التجربة احنا بقى بنقيمه التجربة ازاي نجاحها ازاي من خلال درجته يعني ما دلوقتي اما يجيب في الجرافية ستين من ستين خشت كلية آلسو طالب عندي السنة اللي فاتت خشت كلية اعلام انا دلوقتي بربي اجال وانا في زين الزغير ايوة شو ما عدوش مشكلة بس انا يا جماعة يعني هل التدريس كده لاي حد مش في معايير يا فاندي ما هو انا دلوقتي في كلية اداة بتعلمني ما هو انا كده كده انا مدرس ما هو ده انت طالب وتتعلم تح تجنني انت طالب وتتعلم لا مش هجنن حضرتك اللي في كلية التربية اللي في كلية التربية والاساس اللي يشهدوا على ده بيطلعوا تقييم ايه عملي وفي اداب لا بعد ازاك ازاك السيادة لا انا هكامل كلام اسمع تعليم بسوء ساعتك تتحدث عن ما يخصك فقط انت متقولش متاخدش موافقتنا وحنا متكلمناش بعد ازاك سيادتك انت ابننا وهلم بيك بس بعد ازاك استسمحك استسمحك متاخدش موافقتنا بعد ازاك ساعتك ما تتكلمش بلساننا في حاجة احنا لما يجي دولنا لما يجي دولنا سابتك هنقول ايه عنايه خلينا هو يكمل بس انا هوجيه كلام الاستاذ واء يعني انت بتقول ان هنا المسألة عرض وطلع لا وفي كلية التربية فاندوم بيطلعوا المدارس لسه في ثالثة تربية وفي ثانية تربية واحنا نفس الكلام بيطلعوا المدارس يعملوا تربية عملي بيروحوا الدروس يباورسوا للتصح اه تدريب ايه القواعد يا فاندوم ايوة ايه القواعد يا فاندوم يا فاندوم ايه قواعد ما هو بيدرس لطلبة جوه الفاصل ده تدريب ما هو جوه في طلبة قدامه بتسمع منه الشرح لا يعني ما بيبقاش المدرس الاساسي بيسمع منه الشرح تمانا للوقتي بيتدرب وفي طالب قدامي اللي هو بيقوله مش صحيح لا هولي ساتك ازاي هو قابل انا مودي التربية العملي انا مش مودي التربية العملي مباشرة ولكن هو بيدرس مقررات دراسية طب احنا بادابة هو بعد ازاي طب سيح بعد ازاي بيدرس مقررات انت من سنة اولى يا مين اللي قال حديرك بسنة تالتة دراسية يا سيزواء بعد ازاياتك هو بيؤهل قبل ما ينزل المدرسة بيؤهل قبل ما ينزل المدرسة بياخد حاجات زي التدريس المصغر مناهج طرق تدريس معلم ومينة تعليم ومينة تعليم تعليم ومينة تعليم بيوزقي بتاعك كده تشوف شام موسيقى المقرات دراسية خليبت عدية الاول سمده ببعية الطبعية ممتكات الاول تضاريب السلمي حار وثلاثة موسيقى 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 طيب الشام والان شاف طبعا سناتر وطلب وانت بتقول عرض وطلب وانا ما لا اجبر احدا مفيش حد بيقول لي يعني انت لسه طالب تب بتدي ليه والطلبة